المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات ويأتي يوم السادس عشر من مارس من كل عام ليتوجها ونطلق عليه يوم المرأة المصرية لنحتفي فيه بالمرأة ونضالها على مر التاريخ وجاء اختيار السادس عشر من مارس ليكون يوما للمرأة المصرية لعدة أسباب ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن وتظاهرت في هذا اليوم أكثر من ثلاثين سيدة بقيادة هودا شعراوي رفعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية في ثورة تسعة عشر وسقطنا في ذات اليوم شهيدات أخر هن نعيمة عبد الحميد وفطمة محمود ونعمات محمد وحميد سليمان ويمنى صبيح وفي يوم السادس عشر من مارس عام الف وتسعمائة ثلاثة وعشرين دعت هودا شعراوي لتأسيس أول اتحاد النسائي في مصر وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية مع الرجل في القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج أما في السادس عشر من مارس عام الف وتسعمائة ستة وخمسين حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها وتحققت بالفعل في دستور الف وتسعمائة ستة وخمسين وفي التاريخ ذاته أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا ولها الحق أيضا في التصويت ومنهن من اختير ليجغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاء وسفراء كما حققت المرأة المصرية على مر التاريخ الإنساني نجاحات كثيرة وأصبحت طبيبة وعالمة وكانت هيلانا سيداروس أول مصرية تمارس الطب في ثلاثينيات القرن العشرين فشكرا لكل امرأة مصرية فلولاك ما تقدمت أمة وبك تكتمل الحياة فريد إدوار صباح النور شهر مارس من الشهور المميزة جدا وزا تكلمنا عن المرأة بنتكلم عن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس الاحتفال بالمرأة المصرية 16 مارس عيد الأم 21 مارس فالاهتمام بالمرأة بشكل عام في العالم كله أنا بشوف أن احنا في عصور دلوقتي أفضل بكتير مما كان لأن العالم ابتدى يعي وبشدة دور المرأة في كل المجالات وبنلاقي أعظم السياسيين ورؤساء الجمهورية لما بيجي يختاروا بعض المواقع الجديدة بيختاروا المرأة تقود هذه الأماكن الجديدة في السياسة ولما بنرجع ونسأل ليه عمل كده يقولك للثقة أن المرأة تقدر تقود والمرأة تقدر تقدم والمرأة بتحافظ على دورها وبتحاول في كل مكان تروحه أن هي تثبت مكانها لسه ترامب معين امرأة في مكان مهم جدا في السياسة الأمريكية ودي حاجة برضو يعني كويسة جدا وإحنا عندنا طبعا دور المرأة في المجتمع ازداد بشكل كبير جدا في الفترة اللي فات نتكلم النهاردة عن دور المرأة بقى في الارتقاء بالمجتمع إذا كان في قطرة ممكن تقود المجتمع أن هو يرتقي أن هو أفضل أن نشوف سلوكيات أفضل في الشارع بدل من المرار اللي احنا ممكن نشوفه فيه الشارع والسلوكيات الغلط اللي بنشوفها المرأة هي المنوط بها دا أو هي اللي تقدر تقوم بالدور دا نتكلم النهاردة ونسأل أسئلة كتير لكن اسمحولي أرحب بضفتي اللي بتشرفني الأستاذة رهيام الحداد الأديبة والمستشارة السلوكية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حدانور حضرتك المرأة بنتكلم النهاردة عن دور المرأة في الارتقاء بالمجتمع الثقافيا والسلوكيا شوفي ليه المرأة بالذات هي اللي تقدر هي اللي تقدر تقود في هذا الأمر المرأة لأنها بتربي الأجيال كلها بتربي الولد وبتربي البنت تمام بيقع عليها بيقع على عاتقها دور كبير إن هي إنشاء مجتمع كامل هي اللي بتنشئه من أول ما عندها الطفل في إيديها طفل راضيع لحد ما بيكبر شاب وبتسلمه للمجتمع شاب أو شابة بيطلب من تحت إيديها هي بيبقى فيها عوامل تانية للمدرسة والنادي والشارع بس الأم مدرسة كبيرة بس الأول بقى قبل ما تطلب من الأم إنها تطلع لك كادر محترم وحد فاعل في المجتمع وطلع لك مجتمع سليم الأم إنت أو السيدة إنت رعيت حالتها النفسية حالتها الصحية حالتها الذهنية التعليم تعليمها توعيتها تثقفها الأعباء اللي على كاهلها الدوام اللي الطحونة بتبقى فيها أو تصحى من نوم لحد ما تنام شغل البيت ولو كانت بتشتغل تربية الولاد في أمهات كثيرة يعني الوحيدة سواء مطلقة أو أرملة ده دي بتربيه وبتعيل وبتنشئ وبتواجه مجتمع بضغوطه بإفرازاته المش صحية فده كله على عتق المرأة كبيرة علشان تطلب منها تطلع لك منتج سليم دي ساعدها ديها دفع طبطب عليها كن رفيق بها كن حنون يعني مجتمع كله مفروض يبقى سابورت يكون داعم للمرأة لما يبقى رأس الدولة اللي هو رئيس الجمهورية عنده هذا الحسن هو دايما يقول المرأة أو يعول على المرأة في أمور كتيرة يعني دخليني على انتخابات رأسية هو يعني عارف أن المرأة هي اللي هتتقدم الصفوف هي دايما اللي هتقود بيراهن عليها مبارح لما شفناه هو يعني في إيدي الشمال سيدة محترمة فضيلة وفي إيدي اليمين أيضا سيدة محترمة فضيلة وشفناها قد بيعملهم باحترام جيدة الجامعة دي رسالة يوجب بالتأكيد من وراء الصورة دي رئيس جمهورية يعني من أنجش كده سيدتين فضلاتتين واحدة على الشمال واحدة على مين بالتأكيد دي لها رسالة عايز يوصلها عايز يقول ايه مثلا بتترجم الحالة اللي الرئيس عايز يوثقها إن المرأة المصرية براهن عليها في قيام هذا المجتمع المرأة المصرية اللي خايفة على المجتمع اللي بتنشئ المجتمع اللي قلبها على الوطن المرأة المصرية وطنية بدرجة 200% فهو مدرك الدور ده فبيدعمه وبيرسيه وبيرسخه وبيشجعه أكتر أنت عشان تنهض بأي مجتمع النساء صحيح أهم كادر من الراجل المأكيد له وظيفة كبيرة بس هي حيزها ودورها المجتمعي أوسع يعني دورها كبير فإنك تستغله صح وتوجهه صح وتستعين به ده منتهى الزكاء يعني ده أنت كده بتقيم دولة بتساعد على رساء مبادئ أنت محتاجها وإحنا بنتكلم عن مصر بالتحديد بما أن حضرتك زكارة مصر بالتحديد إحنا عندنا من زمان المرأة لها دور يعني الفرعنة لما بنيجي بنتكلم عن حد شبسوت ونفرتتي ونفرتاري وبنيجي نتكلم على الناس اللي هي دي فادت مجتمعي التقرير التقرير تخيل صورة 19 قامت يعني حمد 16 مارس يوم المرأة المصرية ده بمناسبة صورة 19 اللي كانت بتنادي بتعليم المرأة يعني شوف بعد ما كانت المرأة المصرية ملكة مش بس متعلمة تتعليم فوق العالي وملكة ملكة ملكة تؤمر وتنهي وتقود جيوش وحروب وغزوات بقينا في سنة 19 بقينا في سنة 19 بينه نادي يعني خلوا مرأة تتعلم والنادي في حاجة وخمسين نحن عايزين نتحق الانتخاب انتخاب وهي كانت ملكة فإحنا التاريخ بمرجحنا بس إحنا نرجع للقواعد وللأصول إحنا دولة عظيمة حضراتها كبيرة صحيح دور المرأة المصرية المرأة المصرية دور عظيم دور العالم كل يتعلم منه صحيح كل ما نتوح نفتكر حاتش بصوت نفتكر كيلوباترا نفتكر نفتكر كل ما نتوح ونتلخبط ونتشنكل ونتكعبل في حاجات مش بتاعتنا مش ثقافتنا يعني إذا كنا مثلا نتكلم على انتخابات جاية أو انتخابات فاتت وشفنا فيها صورة المرأة كانت مشرفة وجميلة وحلوة جدا هل لأن يعني ليه المرأة هي أكثر إحساسا بدورها الوطني مثلا هل يعني هي يعني مثلا عندها ثقافة وطنية ثقافة سياسية أو انتماء وطني أكتر من الراجل ولا تقدر تقولي ليه هي بتعمل ده الأمومة غريص الأمومة الأم زي ما بتحمل أولادها وبتحميهم وبتبقى دايما محافظة عليهم اتوحدوا مع بعض تقولي أولادها كده الأم في البيت اتحدوا للأولادها حبوا بعض حنوا على بعض رعي أختك رعي أخوك ده الأم المصرية الوطن بالنسبة لها هو البيت الكبير حن على أخوك ما تتخنقش مع أخوك حب أخوك حب الأرض حب البيت ده وانتمي إليه ما هي مصر البيت الكبير هو نفس المبدأ ونفس طريقة التفكير الأمومة هي نفسها الإحساس السياسي بوجوب بوحدة هذا الوطن ووحدة شعبه ووحدة أرضه بغلوة راب الأم ده دي فترة لما نيجي برضو ونشوف رئيس الجمهورية بتكلم على المرأة ونشوف بعض القادة بيرهنوا على دور المرأة بتأكيد بيرهنوا على فكرة تأثير المرأة في المجتمع يمكن شوفنا في الصعيد نمازج كتير جدا نمازج الأفلام والمستلسلات بيانيتها كتير الكبيرة والقائدة واللي بتعمل واللي تسوي ونلاقيها غير متعلمة تماما بالفترة آه غير متعلمة ولكن بالفترة تقود يعني شنبات كده سواء كان ولدها أو جوزها بتقود هي البيت بكامل تفاصيله المرأة المصرية فكر مسلسل ودد كان مسلسل أدي أطبعا كان جميل كان بيرسخ للفكرة دي كان سيد ساميحة أيوب كان المسلسل آه يعني دراما بترجمة للواقع أي دي المرأة الصعادية بجد والمرأة المصرية ودد ودد تقود وتقود فكر وتقود وزي ما حضرتك قلت مؤثرة يعني انتخابيا كمان ما هي بتؤثر في أبنائها بتؤثر في زوجها بتؤثر في أخوها هي ليدر في مكانها في موقعها هي في البيت حتى لو مش متعلمة هي صاحبة قرار صنع قرار المرأة المصرية في بيتها صنع قرار هل نزال العدد كبير جدا من المصريين وإحنا بنتكلم على المرأة المصرية بيختازل دور المرأة في حاجات بسيطة إن هي اللي تشتغل في البيت إن هي اللي تعمل إن هي لأ النهاردة كنت بسمع كده وأنا جاي في الراديو بتكلم بس على فكرة المصروف ومين يمسك الرجل فقال لك أنا صعيد الراجل هو اللي يمسك المصروف فيتم اختزال دور المرأة لحاجات بسيطة إن هي بس اللي تربي وإن كان التربية طبعا حاجة عظيمة وكبيرة إن هي بس اللي تشتغل في المطبخ لكن فكري بقى الدور السياسي والتثقيف اللي أنتوا جايين تتكلمون عنه ده لا ده الراجل بقى تمنا نبص على الشعوب اللي نهضت وتقدمت وسبقتنا بمراحل وبسنين إحنا لما تأخرنا تأخر دور المرأة ولما تأخر دور المرأة إحنا تأخرنا مجتمعيا وثقافيا وعلميا وذهنيا وصناعيا وكل حاجة الدول المتقدمة شوف دور المرأة شوف وضع المرأة فيها مختلف تماما إنت عينك على المرأة في أي مجتمع نهضها بينهد مجتمع واختزالها في أدوار بسيطة مالهاش علاقة بالتفكير مالهاش علاقة بالقيادة مالهاش علاقة بالفكر ده فقر فقر في التفكير خوف وانت دايما بتخاف من القوي انت عمرك ما تخاف من حد ضعيف انا سرديني الفقر في التفكير ربما يكون امكانياته العقلية قليلة شوية او تعليمه بسيط لكن احنا بقى عندنا وصلنا لفقر في الاخلاق اللي هو احنا لسه في 2018 بنتكلم على التحرش ضد المرأة وازاي نقيها من هذا التحرش وبنعمل قوانين وبين سن فدي حاجة تكسف صح؟ جدا جدا هي مش هتحل غير بالتفعيل قانون تغليظ القانون يسن قوانين جديدة لان الموضوع ده مكانش موجود عندنا في مصر ومكانش بالكثافة دي ومكانش بالشكل ده كتأقصى حاجة مكلمة معاكسة كلمة تتقال اقصى حاجة ومعاكسة كان معروق يا جميل كلام كده حلوي لطيفة وخلاص ده اخر حاجة انما دلوقتي اللي بيحصل اعتداء اسمه مش بس تحرش ده اعتداء انتهاك لحرمات تنتهكني بتنتهك اذني اسمه حاجات مش عايز اسمعها جسديا مش حلو علاجها يكون بتغليظ عقوبة مش مكانش موجودة يعملوا بقى يسنوا قوانين وتنفذ بصرامة وبدقة وعلى رؤوس الاشهاد بقى في حد عبرة كده يضحب كم رقم مش يضحب يعني يعاقب على الملأ كم رقم اللي بعد كده يخافه يعني انا بتهالي ده حلال وحيد تغليظ العقوبة وتنفذها بكل دقة وحسن طبعا لما نجي النهاردة وإحنا بنتكلم عن وبدأوا أنا أسفا مقطعت حضرتك بالفعل في حد ستحرش بدأت وصحبتها أصرت على أنها تاخد حقها وبالفعل خد المتحرش 30 سنين سجن ده عمل رائع بحيي الدولة علي بنشوف دلوقتي حتى بعض الأبهات بيبقوا دلوقتي بيشجعوا بسناتهم أن أنت لو حد دايقك لأ نروح ونبلغ أن ناخد حقنا ما ضع حق وراءه مطالب طمعا لما نجي النهاردة بنتكلم عن أن المرأة تقود عملية الرقي الرقي والثقافة في المجتمع بتأكيد اللي هيقود المجتمع في الرقي والثقافة المرأة دي ما لازم برضو يتم نشقتها ترقيتها في الأول هي بالأول تكون مهيئة لده إزاي نعمل ده كمجتمع تهتم بالمرأة الطفلة المرأة وهي طفلة صغيرة حلو تعبير المرأة الطفلة المرأة الطفلة ما هو أنت عشان تقود مجتمع زي ما قولنا لازم تعتني بالنساء اللي هما هي رب المجتمع المرأة خودها منها هي طفلة ارسي فيها المبادئ اللي أنت مهتم منها تكون موجودة في المجتمع حطها في هذه الطفلة وأول حاجة تحطها في النغة الطفلة إنها شريك إنها ند هي ليست أقل هي مش مطالبة تدافع عن مكانها ومكانتها طول الوقت مش مطالبة تدافع عن وجودها في الحياة هي شريك شريك ولو دور مختلفة عن دور الرجل أدوار مختلفة إنما مش متبينة مش درجات مش واحد أقلمت تاني ما فيش حد أقلمت تاني دي أول قاعدة أول أكمل آه طبع تاني قاعدة اهتم بتثقفها مش بس التعليم تعليمها ألف وبي وبتبقى شطرة في المدرسة دي حقاة أكمل التعليم ما تبقى شطرة وتخرجها من المدرسة عشان تخدم أو تساعد أو تتجوز تعليم الثقافة تثقفها اتخال المعلومات الصحيحة لو بتلعب موسيقى لو بتلعب رياضة سبها ده بيرقي ده بيرقي الوجدان بيرقي الذهن آه تربيها على آه الإيمان إذا كانت في أي تبع أي ديانة هي منتمية إليها تبقى يعني منتمي إلى الله آه مؤمنة بالله المنتمي إلى الله ده لكن المنتمي إلى الله ما يسويش انغلاق لا المنتمي إلى الله عشان حاجة عشان يتصرف صح ويبدع عن الغلط طمام لأ لأن الأسف احنا بقى نبقى حتى في مجتمعاتنا بنرسي مبادئ غلط إن السيدة أو الست اللي مرتبطة بالله وليها يعني علاقة كويسة بربنا لازم تبقى إنسانة منغلقة لا مش إنسانة منفتحة على المجتمع دورها إن هي مش بس تخدم أسرتها ده ممكن تخدم كمان المجتمع بأكمله ربنا جعلنا في الحياة عشان إعمار هذا الكون صحية مش عشان نعقد هذا الكون عشان إعمار على هذا الكون بتعمره زي الكون بالمبادئ الصحيحة وبتتقنى بالشرور لا في أي دين في العالم في الكون يعني لو أرسيت الطفلة على هذه المبادئ أخلاق قيم دين معتدل ثقافة وعية شخصية قوية قيادية مش تبقى جبارة يعني بس تبقى شخصية قيادية وثقة في نفسها ثابتة عرفة دورها في المجتمع بس هي مش هتبقى كده إلا لو طلعت من أسرة ديتها الفرصة أو المجتمع لا مش بس الأسرة مش بس الأسرة لا لا أنت عندك الميديا دورها كبير جدا فين برامج التثقيفية فين برامج التنويرية فين برامج ما بيجيبش فلوس ما بيعملوهاش بالزبط طيب يبقى في الإعلام اليازم يتحرك سواء مقروع أو مسموع أو مشاهد عندك تلات جهات إعلامية قوية جدا دي مؤثرة أكتر من الأمهات والأبهات إحنا تربينا على البرامج دي وإحنا أطفال كان حظنا حلو بس إحنا دلوقتي يعني حتى في الأفلام وبيقعد بقى نشجب ونودين لكن هو الواقع لازال لحد دلوقتي تشفكر تشريق الأشخاص أن المرأة شيء أو سلعة حلوة أمورة مش عارف بترقص ده اللي موجود في الأفلام وموجود فيه كتير كمان جدا أو بتحط ميكب و بتعمل برامج طبخ ولما حلوة هتقل اللي تقعد في البيت ما تشتغلش مثلا مش بس كده فالهي فكرة إن المرأة شيء أنا بستخدم سلعة أو سلعة يعني موضوع محتاج تغيير ثقافة مجتمع بقى أكمله مجتمع ده العالم كله كمان بس إحنا مجتمعنا محتاجها لأن العالم عايش على هذه البرامج الترفيه وإنها كسلعة وعايش على منحة تاني إنها علمة وقيادية وسياسية كبيرة دول رؤسائها ستات إنما إحنا بناخد بس الجانب اللي هو ده وده اللي عندنا طبعا فيه نمازج طبعا محترمة وقوية جدا وكل حاجة بسنا عايزي المجتمع كله يبقى النمازج دي على الأقل وبنسبة يعني مثل لازم مرأة بتبقى متحققة لتحقق هذا المجتمع لازم مرأة تبقى قوية عشان هو يبقى قوي لازم مرأة تبقى راسخة مطمئنة عشان بقى مجتمع مطمئن لازم عشان نرسي كمان فيه مبادئ معينة عشان نعيش في مجتمع ومنسجم مع بعض ما المجتمعات تتقدم بإيه ما يكون فيه انسجام بين أعضاء المجتمع بين أفراده صحيح فكريا وذهنيا وابقى منسجم مع الآخر يعني ابقى متعايش طمام يمكن إحنا دلاتي جايبين نسور لبعض السيدات اللي هي بنسميها إحنا المرأة المعيلة أو دي وبرضه صور للسيدات الجميلات في التاريخ المصري فعايزة أكلم حريك برضه عن فكرة السيدة المعيلة واللي بتقود الأسرة كمان ماديا هل هي مظلومة المجتمع الظلامها ولا هي بالفترة كمان لازم تقوم بدورها وبتقوم بدورها اتجاه ولادها واتجاه الأسرة بتاعتها هي المرأة مظلومة دايما سواء مرأة معيلة أو مرأة مش معيلة سواء بتشتغل وتصرف على ولادها أو نعم مجرد زوجة في البيت بتاخد المصروف من جوزها اللي هو بيشتغل وبتربي مظلومة ليه طبعا المرأة المعيلة دي يعني مشكلتها كبيرة جدا لأنها عليها ضغوط فوق الوصف مطلوب منك تربية ومطلوب منك إعالة مطلوب منك أنك تبقى موجود في الشغل وموجود في البيت وتبقى يعني ده بتقوم بدورين احنا عندنا في مصر دلوقتي مطلقص وانت عندك مجتمع برضو مش منسجم مش متعاون يعني في حاجات مشاكل كديد كمان مجتمعيا للمرأة المعيلة بتوجيها ريزق عندنا مشكلة في مصر بقت بقت عويسة قوي بقت كبيرة جدا الفشل الزجاة النهاردة بنشوف أن نسبة الطلاق أو نسبة الانفصال أو فشل الزواج في المجتمع بقى بنسبة كبيرة جدا والمشكلة الأكبر أن دايما الفشل ده بيتحمله اتنين والثالث غالبا ما بيتحملش حاجة الزوغ غالبا ما بيقعش عليه مشاكل لكن بيقع عليه مشاكل المرأة التفلون ولو فيه أطفال فتكري سبب الزجاة والمرأة وبعدين نظرة المجتمع للمرأة المنفاصلة أو المرأة المطلقة بقت يعني نظرة بالنسبة للراجل عادي يقول لك ما فيش مشكلة لكن بالنسبة للمرأة دي أكيد أزناب دي أكيد عمل دي أكيد ده فالمرأة مظلومة جدا في الحتة دي فهل هل إحنا لسه محتاجين قوانين محتاجين إدراك أكتر محتاجين ثقاف أكتر في هذا الأمر محتاج الجيلية تربى محتاج الأجيال تتربى سواء بنت أو ولد سواء مقبنة عن الزواج يطلعوا من بيوت فيها تربية فيها أخلاق فيها زي تعامل مراتك كما يكون زي تعامل أختك الأول في البيت هتطلع التعامل جارتك وتعرف تعامل زمالتك في الشغل وتعرف تعامل مراتك لو أنا بربي ابني صح على أخلاق وقيم ومبادئ لو أنا بيت حقيقي هربي زي بقى راجل يتحمل مسؤولية حتى لو كره العشرة أو الحياة مش عايزة تستمر هيسيبها بشرف وهيسيب مراته وهينفصل بأخلاق مش يجريها في المحاكم ويطلع عينيها على نفقة ويعذبها علشان تربي الولد أو البنت صحية دي حاجة حاجة تانية أقول أن أكمل أطبع أطبع أعجل شكلك لا تفضل البنت تربيها برضو الأم تخرج من البيت متربيها عارفة تعامل زوجها ازاي عارفة ازاي تبقى خلوقة ومحترمة وتحترم هذا الكيان اللي هو اسمه الأسرة والبيت عارفة ازاي تبقى لا بتظلم الشريك ولا بتظلم نفسها عارفة حقها وحقه عايزة تعيش بما يرضي الله بقوة واحترام وبثبات من غير ما تجور على حقه ومن غير ما يتهمل في بيتها ما كمان ما تبقاش زوجها مهملة ويقولها لا والله اللي لازم تستحملها لا كل واحد عليه دور البيت بقى الأم والأب يرب ولادهم يطلعوا أطفال سوية محترمة تحترم الآخر مش هيبه عندك طلاق طمام الطلاق من ايه بيجي من ايه عدم الأخلاق هقولك ليه عدم الأخلاق لو أنا ما قصوتش معنا بالضبط أنا أسفة بس الطلاق بيجي من الاختلاف اختلاف من أنت فتحت الموضوع كبير ده عايز حلقة لوحده أنت عدم استقامة الحياة وعدم استمراره طب أنا مش عايزة أكمل الحياة سواء رجل أو ست عايزة أنفاصل لو أنا عندي أخلاق سواء من الطرفين هنوصل لحل وسط هنتعايش طب فشلنا هننفصل زي ما قلت قبل كده باحترام باحترام تمام من غير ما دور المجتمع من غير ما شرد أولاد من غير ما عزب أصفال ويشوفوا خناقات ويشوفوا محاكم ويشوفوا دموع أنا حاولت أن أنا بس يعني يعني أقول بعض الحاجات كتير جدا المؤثرات اللي بتأثر على المرأة في المجتمع لكن لو حركت تنصحي كل زوجة بتشوفنا أو كل بنت بتشوفنا إزاي تشعر أن عليها دور في تسقيف المجتمع ده من خلال ولادها والرقي عشان ما نشوفش اللي بنشوفه فيه الشوارع من أطفال وشباب غير مهزبين وغير يعني غير أدميين وغير أنسانيين وبنشوف حاجات كتير جدا نرجع برضو عليها ونقول ده دي فو في البيت في أم معلماتش في أم ما ارتقتش بأخلاق هذا الرجل أو هذا الشاب خلنا نعترف الأول أنت عندك أجيال كانت طلعت كتير وراء بعض محتاجة تقيم سلوكي بدالين نحن نشوفه في الشارع والأطفال الموجودة في المدارس والحضنات لو حصل مشاكل ترجع لأمهاتهم وأبهاتهم بتلاقي هم نماذج مصغرة لأمهم وأبوهم بالضبط هذا الاعتلال في السلوك للأطفال هو نفسه اعتلال للسلوك الكبار ما الإنسان بيفرخ حاجات شبهه فأنت محتاج إيه بقى الأجيال اللي فاتت دي خلاص كبرت لو قدرت تقوم فيها قوم بس صعب اشتغل على الجيل الجديد إن شاء الله الأطفال في المدرسة في الحضانة في المجتمع بقى الميديا المجتمع هتربي زي مواطن الميديا الإعلام ركز على الإعلام ربي طفل صحيح عشان تلحق للأجيال الجاية عشان ما بقاش للجيل الجاية شبهه اللي راح شبهه النماذج الوحش في الراحل أكيد في ناس كويسة وكل حاجة المرأة وصلت لمكانة كويسة في المجتمع وصلت لي مناصب حلوة في المجتمع ماذا تأملي في المستقبل القريب يكون المجتمع متحلي بالأخلاق وبالسمو وبالاعتدال السلوكي وبالتعايش بطريقة محترمة أقبل الآخر أحترم الآخر الآخر ده سواء راجل أو ست أو حد مختلف معي في تكويني في اعتقادي في شكله في بنائه أحترم الآخر ده العموم طمام مش بس عن المرأة ونرجع للغن والتي تعلمنا وإحنا صغيرين أن البنت زي الولد مهاش كمالة عدد يعني يبقى لا البنت زي الولد ولا حاجة لا البنت أفضل لا ما أصدتش مفيش حد أفضل من تاني بس هي فعلا هي فعلا شريك حقيقي في هذا الكون شريك 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 في المجتمع شريك في تقدمه أو شريك في تأخر بزرق هي شريك لها يعني لها كل الوغنبات وعليها كل حي لأنها عليها هي عليها زي ما قلت أنا عليها عبء كبير ساعدوها هي لو نهضت هتنهض بالمهائد المجتمع صحيح وخدوا القدوة من التحرك يعني أنت حضرك بدبط مثلا بيرح بتحرك الرئيس أنه زي بيعتني بالسيدات ده دي دي رسالة زي ما حضرك قلت يجب استغلالها عالميا حتى صحيح تركيز عليها كمان وزي ما بنقول دايما أن المرأة مش بس نص المجتمع المرأة مجتمع بأكمله إذا نجحت في بيتها ونجحت في المجتمع اللي هي فيه تنجح ورها ناس كتير أو إذا كان العكس نشوف أشكال كتيرة زي اللي بنشوفها في الشارع يعني بشكرك جدا أستاذ ريهام الحداد الأديبة والمستشارة السلوكية ألف شكر لوجود حضرك معي شكرا يا فانتم ألف شكر مستجد مشاهدينا يعني لسا معاكم ونروح لفقرة كده أخيرة النهاردة نتجول في صحف وأخبار النهاردة ونعرف الدنيا فيها إيه بعد الفاصل اشتركوا في القناة